كس الكبد والقوانس اللي دكناه عندك في الفريزر أني القوان تعمليه ده احنا هنعمله حتة أكلة أحلى من اللحمة والفراخ إزاي تحولي كبدة الفراخ لكبدة عجالي أيوة زي ما بقولك والله ما أي كلام كأنك بتاكل كبدة لحمة بالزب بس انت جربيها كده الأول وهنعمل القوانس رز بالخلطة انت مش هتبطلي تعمليها كده تعالي نشوف الطريقة إزاي بس الأول سمي الله وصالع على رسول الله شجعيني بأجمل لايك منك وشاركي الفيديو مع أصحابك وعلى صفحتك لأن إن شاء الله هتعمليهم بالطريقة دي طلعت بقى كيس الكبد والقوانس من الفريزر فكيته في درجة تلاجة من تحت وابتديت أفصل الكبد عن القوانس طريقة تنظيف الكبد بنشيل بقى العروق اللي بتبقى فوق دي الأناصة لازم نفتحها ونجرودها كده زي المنبار بالزبط لأن بيبقى فيها زلال زي كده وبنشيل الدهون اللي حواليها والقلب بتفتحيه وتشيري منه إيه العروق الدموية المتجلطة يا إما طبعا زي أي ستة مصرية بنجمع الكبد والقوانس ونعملها على مرة واحدة يا إما هنشتريها من الفرارجي بتبقى بالكيلو كلنا عارفين دلوقتي بقى أنا بعمل إيه أنا بمسك الكبدة أعملها شرايح شايفين يا جماعة كبدة الفرارج بالطريقة دي مش هعملها سليمة منفوخة كده لأ أنا عايز أعملها شرايح كأنها كبدة لحمة فهمسك كل واحدة تطقطع معي على اثنين يا على تلاتة عايز أقول لكم أنا بنضف الكبد والقوانس كويس جدا قبل ما دخلها في الفريزر ركزوا بقى في التدبيلة اللي هتحولها لي الكبدة لحمة والله العظيم أنا بتكلم جد دلوقتي بقى هعصر كده عصير ثلاث لمونات على الكبدة الكبدة ماينفعش تضغسل بعد ما شرحتيها تخسليها قبل ما تشرحيها يعني تشرحيها الرفيع اللي قولنا عليها بعد كده بقى حط إيه حط فلفل سود كمون وكزبرة اللي هي تدبيلة كبدة اللحمة مع رشة من الحبهان البودر وحط الملح ومعلقة صغيرة خالص من التوم المفروم مش هكتر التوم عشان أثناء التسوية مش عايزة التوم يتحرق مني كبدة الفراخ ما بنحطش عليها خل لأنه بيزود زفرتها جدا احنا اكتفينا باللمون وهو ده اللي هيزبط طعم الكبدة وهيضيع زفرتها سيبها بقى في التدبيلة نص ساعة لغاية تم جاهز الأوانس هبتدي قطعها كده القطع صغيرة مع القلب ودي بقى هنعمل بهم شوية رز خطير بس هديها برضو عصر التلمون بسيطة عشان نضيع أي ريحة زفورة يلا بقى حل على النار هنحط سامنة وزيت وهننزل بالأوانس والقلب ونبتدي بقى نشوحها الناس اللي بتقرف من الكبدة والأوانس أحب أقول لكم فيدكو طعم جميل وفيدكو كمان فوايد خطيرة مصدر غني فيتامين به الحديد ألف نحاس بتدعم صحة جهاز المناعة يعني اللهم بارك فوايدها لا تعد ولا تحصل بصوا بقى أنا غطيت على الأوانس وديتها معلقة سكر واسبها تستوي نص تسوية بعدين نزلت بالبصل أحط بقى الفلفل لسود هحط الحبهان معلقة سبع بهرات وهبتدي دلوقتي أقلب كده كويس واسبها تدبل شوية مع البصلة هنزل بالرز المخصول المتصفي هديهم تشويحة مع بعض وبعدين هزود الميا المغلية وهزبط الملح وبس كده هقفل عليها زي ما بقولك الأوانس لازم تاخد تسوية طبعا قبل ما تجي في الرز لازم تتأكدي إنها استوت على أقل 3-4 تسوية هاسبها بقى تستوي وهاشتغل في الكبدة معلقة سامنة حلوة كده أحطها في الطاصة مع شوية زيد وهجيب بقى شرايح الكبدة مش عايز أقولكو بقى التدبيلة خطيرة وتشم كده أحلى ريحة كأنها كبدت لحمة بالزبط ما تقلبيش أول ما تحطيها سيبيها تاخد صدمة وبعدين تحمر كده عشان ما تلاقيهاش إيه جابت الميا بتاعتها وعلى نار عالية وده أهم حاجة أول ما تلاقيها اللون حمر كده من ناحية هتقلبي على الناحية التانية على طول هنشيلها بقى كده خلاص هي خدت بالزبط تسوية 7 دقايق شلنا أول دفعة وما كانها على طول هننزل بالدفعة الجديدة إحنا ما بنملاش الطاصة ولا بننزل بكل كميل تلكب ده مرة واحدة مهم جدا طريقة التسوية دي بصي بسيبها الأول على أول ناحية 5 دقايق وبعدين أقلبها على الناحية التانية بعد ما تكون خدت اللون بالشكل ده مش قادر أصف لك الجمال طبعا دي غير الكبدة والأوانس بالبصل المزاليكة العادية غير الكبدة ودبس ورمان والكبدة برضو اللي بنعملها بطريقة السلق الأول جربي دي بقى دي بقى خطيرة بصوا عملت إيه حطيت اللي سويته الأول على الدفعة الجديدة وحطيت بقى شوية كده من قرون الشط عشان تبقى حامية مولعة وتقليب الكل مع بعض وهبتدي أحطها كده بتبقى روعة ايه دي بقى الرز اللي بالأوانس حاجة خطيرة حطيته بقى مع الكبدة أنا عايز أقول لكم أمي ربنا ديها الصحة والعافية كان بتعمل لنا الطريقة دي برضو مع كبد وأوانس النعام كان مجزر نعام كده وكنا متربيين عليها بالطريقة دي كانت خطيرة وبرضو بالكبد والأوانس بتاعت الفراغ بتبقى نفس الطعم بصوا الجمال تحف يا جماعة كأنك بتاكل بجد كبدة جالي يعني نفس الطعم ويجربي ومستني رأيك في التعليقات تقولي لي بس عمليها زي ما أنا عملتها وزي ما سوتها بالزبط بصوا بقى عملي جنبها شوية طحينة سندوتشات بالفينو أو بالعيش البلدي ووادي الرز اللي بالأوانس خطير وبعدين ما تكتريش بقى رز لأن ما شاء الله يعني كبايتين الرز شايفين الرز مفلفل إزاي وطعم سندوتشات الكبدة روعة جربوا الكبد والأوانس بالطريقة دي هتشتروها مخصوص وهتعملوها كده بحبكم في اللام وتابعتكم أكبر شرف ليا اعملي متابعة للصفحة عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله كان معكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته